هو أولاً يعني عايز أقول لحضرتك على حاجة بالنسبة للشخصيات اللي انت ممكن تتفرج عليها في العمال طبعاً الناس دول يعني دراما بالحد ما نموت ما بتخلصش والناس أشكاله ألواني بس بتبقى فيه شخصيات مركبة تركبتها شخصية معقدة شوية الهيستوري بتاحها عامل ازاي فبتبقى محتاجة جزء كبير من الدراسة والتحليل والفهم قبل أي حاجة وفيه شخصيات بتبقى في المتناول البسيطة مش لازم كل الشخصيات اللي بتتعمل تبقى محتاجة هذا الكم من التحليل والدراسة والناس مش لازم نخش التبصر وانجي التنظر للشخصية انه حسن هو بني آدم عادي جداً جداً زيه زي ناس كتير قوي عنده حلم وطموح وعايش حياة فيها مصاعب ومطابات بتقابله كل شوية وزي ما احنا شوفنا والنموذج ده بالملايين على مستوى العالم مش في مصر بس فهو بني آدم طبيعي جداً جداً اللي حصله في حياته اعتقد من وجهة نظري الكريكاية الأصعب وهي كانت بالنسبالي على مستوى تمثيل هو فكرة فقدان البصر او تمثيل فقدان البصر غير كده انا كنت شايف انه الشخصية مش مركبة خالص مش محتاجة اني اقعد مع حد كفيف علشان اعرف انا عملت ده على فكرة بس مش اني قابلت حد لايف ولكن اتفردت على حاجات كتير قوي لاني انا عمري ما كنت بلعب كرة قدم للمكفوفين او يعني الحمد لله لحد الوقت بصري موجود فاء موسيقى موسيقى شكرا